هدنة مع وقف التنفيذ كسابقاتها التي أعلنت عنها روسيا آخرها كان من المقرر أن تبدأ منذ فجر أمس في مدينة حلب وريفها لكنها قوبلت بتصعيد عسكري من قبل النظام على المناطق المتفق عليها ضمن الهدنة المدينة المشتعلة على كافة جباهاتها أعلنت فيها روسيا عن هدنة مدتها 48 ساعة أثناء سقوط براميل متفجرة وصواريخ على أحياء حلب السكري وقاط عسكر ومساكن هنان وبعيدين والطراب وأحياء أخرى تتجدد أسماؤها مع كل توثيق لقصف أو مجزرة في حلب بالإضافة إلى بلدات وقورا يطالها القصف اليومي في ريف المدينة توثيق قصف كل تلك الأحياء نفته روسيا بتصريح من وزارة خارجيتها يصف الالتزام في تطبيق هدنة حلب بالمتماسك ورفقه دعوة منها للسعي إلى هدنة طويلة الأمد وعلى أطراف المدينة تستمر عمليات القصف بالتناوب بين النظام والميليشيات الكردية على طريق الكاستلو في ظل الهدنة المعلنة المنطقة الأهم وشريان الحياة الوحيد في مدينة حلب الجبهة الجنوبية التي أحرز فيها الثوار تقدما على قوات النظام خلال الأيام الماضية لا زالت تمعل بخسائر الميليشيات المساندة للنظام وآخرها 45 من القوات الإيرانية قتلوا اليوم أثناء محاولتهم التقدم إلى قريتي خلصة والحويز في ريف حلب الجنوبي عملية الثوار جاءت بعد حملة قصف ما هد بها الطيران الروسي للميليشيات لاقتحام قرية خلصة التي سيطر الثوار على إجزاء منها ولا تزال المعارك مستمرة فيها